دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس الرابع البيت في البيت المسجد في المسجد المكتب على المكتب السرير على السرير أين محمد هو في الغرفة وأين ياسر هو في الحمام وأين آمنة هي في المطبخ أين الكتاب هو على المكتب وأين الساعة هي على السرير المطبخ تمارين أجب عن الأسئلة الآتية أين الكتاب أين محمد أين الساعة أين ياسر أين آمنة أين آمنة أآمنة في الغرفة أين ياسر أين ياسر في المطبخ من في الغرفة ومن في الحمام ماذا على المكتب ماذا على السرير اقرأ وكتب مع ضبط أواخر الكلمات المدرسة في المدرسة في البيت في البيت البيت الغرفة الحمام في المطبخ المكتب على المكتب على الكرسي السرير على الكتاب في المسجد اقرأ وكتب الطالب في الجامعة الرجل في المسجد أين التاجر هو في الدكان القلم على المكتب أين زينب هي في الغرفة أين الورق هو على المكتب أين المدرس هو في الفصل أين ياسر هو في المرحاض الشمس والقمر في السماء من في الفصل من في الفصل محمد آمنة خالد زينب حامد فاطمة ياسر مريم عمار عائشة سعيد خديجة علي صفية عباس رقية اقرأ اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات حامد زينب آمنة عمار عمار سعيد فاطمة مريم علي خالد عباس عائشة محمد صفية خديجة البيت من البيت المسجد إلى المسجد المدرس من أين أنت؟ محمد أنا من اليابان المدرس ومن أين عمار؟ محمد هو من الصين المدرس ومن أين حامد؟ محمد هو من الهندي المدرس أين عباس؟ محمد خرج المدرس أين ذهب؟ محمد محمد ذهب إلى المدير المدرس وأين ذهب علي؟ محمد ذهب إلى المرحاض المرحاض تمارين أجب عن الأسئلة الآتية من أين أنت؟ أنت من الفلبين؟ من من الصين؟ من أين حامد؟ أين ذهب عباس؟ كرض مرحاض؟ أين ذهب أنه على المدير يسعني الع ram مع ضبط أواخر الكلمات الغرفة من الغرفة من الحمام المرحاض إلى المرحاض اليابان الفلبين من الهند إلى الصين اقرأ واكتب من أين فاطمة؟ هي من الهند خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير ذهب التاجر إلى الدكان خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام من خرج من الفصل؟ خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق خديجة من الصين وخالد من اليابان ضعف الفراغ ضعف الفراغ فيما يلي حرف جر مناسبة من إلى في على الكتاب المكتب الطالب الطالب الفصل ذهب حامد الجامعة خرج المدير المدرسة ذهب ذهب محمد الصين المدرسة 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 محمد حشرك الذين جربي إنه من المدرسة الجرية محمد كان الشخص ترجمة نانسي قنقر